وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيع الله أيها المؤمنون في كل ما أمركم به من الطاعات وفي كل ما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء والرسول وأطيع الرسول الذي أرسله إليكم ربكم لهدايتكم وسعادتكم وتأمل معي أخي الكريم قرن الله عز وجل في الآية الكريمة طاعة الله بطاعة الرسول وفي ذلك إشارة بارغة إلى أن طاعة الرسول من طاعة الله وأنه لا طاعة لله في معصية الرسول قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وفي ذلك أبلغ رد على كل من يريد التفريق بين الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي الآية الكريمة معاتبة لمن عصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الرماه الذين تركوا مواقعهم على جبل الرماه فتحول النصر إلى هزيمة لعلكم ترحمون ولعل مع الله تفيد التحقيق فيكون المعنى المقصود لكي ترحموا فلا تعذبوا ولا سبيل إلى طاعة الله والرسول إلا بتدارس الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جزاكم الله خيرا وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون